هاي جايزات ازيكم عاملين ايه يا ربا تكونوا في خير طبعا يا جماعة قلت لكم برح في المنتدى اللي انا هنزل لكم فكرة فيديو اللي هو هجرب ماباتكم انتم مفضلة تمام بس اكتشفت انكم يعني تعليقات لسم كترة جمام فقلت يعني اكتبوا لي انتم مابكم مفضل في المنتدى عشان انا هنزل لكم بكرة المهم فقررت ان اعمل فكرة دي على بل ما انتم تكتبوا التعليقات يعني وكده المهم يا جماعة الخير فكرة في النهاردة ان انا هنعمل سكن ولد ونروح لأول بنات هاتي رقمك فيا جماعة الخير خليكم ما احنا نعمل السكن اه طبعا بدائيا كده غيرت السكن بتاعشان الكفازات مش بتردت تتحط يعني فتتشال في ماب بيوت المهم يعني جماعة الخير ان احنا دلوقتي بنعمل السكن صراحة انا مش عارفة يعني مش شايفة اصلا حاجة انا نصى صايم النوم بس يا جماعة انا مش شايفة يعني مش عارفة يعني مش عارفة احط ايه لان حرفان السكنات الاولاد كلها مفنة المهم حاسة كده ان عايزة اعمل واحد سيس فاهمين يعني واحد ضايع يعني واحد ضايع وصايع فاهمين المهم يا جماعة الخير ادي عددكم حرفيا اه براح كان متحان العربي وعرفان ما اقفلتش يعني يعني كان في انا اصلا مكنت مذكرة كويس واصلا كان فيه اا حاجات صعبة في شسمه في الامتحان بس يعني ان شاء الله في الشهر التاني. المهم يا جماعة الخير انه رده علينا متحان هندسة وعلوم فيعنى حرفين بجد يعني مش مذكر اي حاجة فدعوا تكون بجد يعني. المهم كده يا جماعة الخير يكون خلصنا كده الاسكن دلوقتي بقى هنروح نكتب على نفسينا المز ولونها كده لون اصفريكة كده. المهم دلوقتي بقى هنروح نقول للبنات نجرب بقى. بين ساعدت الحظ لا تبقى اول واحدة بقى تخيره. اوكي نكتب تلفنت دي حرفين يعني انا تعانيت عشان بس الكده بز اطلع. حرفين معاناية. المهم الدرجة انها خلص يعني كده بتاعي نمبر مش رقم. المهم يا جماعة الخير. اا قلت للبنت يعطي لي نمبر حقك نشوف دلوقتي اوكي هت احترن نفسك. اا قلت لي يعطي لي نمبرك يعني في اوكي فيه تلفزي. اوكي الولد عارف اللي احنا بنصور ما علينا. اوكي جماعة الخير هنسحب عليها الولد ده اا مش اسمه. غيران عليها يعني وكده يعني. ما علينا يا جماعة الخير. فهمت اوكيد مش عارف ايه الناس دي كلها المرة ايه هي مرتبطة مع الناس دي كلها ايه الشامة. المهم. دلوقتي بقى هنروح ندور على واحدة تانية. في انا شوفت بنت هنا طلع تجري. وصو. راحنا نطلع وراها بقى ايه. كده هنطلع وراها كده. فهمين? اوكي ايه ده هرحت فين? اوكي هرحت فين اختفر دي ولا ايه? اوكي جماعة والله العظيم كانت طلعة. خاصة ندور على واحدة تانية عادي جدا في واحدة تانية هناك في فعل من حد هنا. صغيرة اهي. هنقول لها بقى دي عدم على الاولادها. هنشوف رد فعل الاولاد كمان اللي معاها. المهم? كده بت الموز الموز معلنة. ما عندي نمبر. باحذفه. وخلاص طيب سنابك. يعني اي حاجة يعني. اي حاجة لله. المهم? راح تقالت برضو ما عندي سناب ولا عندي اي شيء. وخمسة مش حايفة لازمة هيك. في ناس صحابها موجودين. لو شافوه. لو جم. ايه يا جماعة? ده مصري. طيب انت اش دخلك يعني مش فاهمة يعني. قطل له انت مصري. فراح يرد علي وقال لي اه. يعني حاطة روب معا عندي ده. المهم ارد علي وقال لي اه. اه فقدت له خلاص يعني انا اخوك يعني يوجب معي يعني ايش فاهم انت مالك انت ايه ده. اه كده هو مش ماشي هو على ريح بقى عشان مش عارف اي ما يبتل لهم معتيه. مشيتي يعني اللي هو. ودول معتيه بجد يعني. المهم يا جماعة الخير. ما تعرفوش يعني هو. يا رب له ايه يعني المصري ده. المهم. دلوقتي بقى هنروح نقول البنت دي. يا موزة. اوكي. اا اوكي ما انت عطينا مبريك. يا جماعة صح انتم متخيلين ان انا جماعة. انا بيت بصحة الساعة تمانية وبانمسة وعا اتناشر انتم متخيلين بس ام بيت. يعني انا بصحة الساعة تمانية اصلا بالغزب يا جماعة ازاي بصحة الساعة تمانية انا. انا كنت بصحة الساعة شفته كام? ايه ده? ايه ده? كامل 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 حتش. امبري يا جماعة كشفني كشفني. جد البنت دي رخ مقاوي ايه ده? ايه ده? بيحبش يا جماعة بقى في الماب. اا لحد مسلا انا دخلى لحد ضيفه. عشان اكيد في سيرفر عرب. فانا دخلى عشان اصور فيديو. ليه بتكشفني وبتقول مسلا تكمل يكمل يمش عارفايا ليه? يعني ليه بتبوز المالة? مش فاهمة. مش فاهمة يعني. المهم حد ركبت تقويم تبقى ويليك. احنا ما ان احنا. المهم قلت له بدفع عنا حبيبتك قال ايه اغار? مش عارف عندك شيء. اا مهم ما قال لها مش عارف ايه? اا مهم يا جماعة الخير. اا قطولوا يعدم لي ياكم وايه كده واشيت. ايه ده يا جماعة? ايه ده يا جماعة? المهم. زي ما قلت لكم جماعة لما اعمل لحد جوين وانا في الناب يعني وانا في السيرفر بقى اصور ولا اي حاجة ما تكشفونيش. لان حرفين يعني حاجة مش لطيفة. المهم يا جماعة دلوقتي هنروح روح ولا اتقرب منها. ناري غيرها. اه بي. اا يا بصو طيب يا جماعة يا يا جماعة طب ليه طيب? ليه? نروح نقول لها اسكوتي طيب خلاص ايه ده? المهم يا جماعة الخير هنرجع دلوقتي مكننا يا جماعة الخير. وهنقول لها طبعا يعني خلاص يعني كده عدلناها بعد كده بقى هنروح للبنت دي تاني اوكي اه هاي حلو انت يا مزة طب البنت دي صغيرة يعني مش عارفها يعني دي صغيرة اسكتي انبي دي شكل ولد ده مهم علينا اه يا مزة طب يا جماعة اخير ما فيش مزة هنا ايه ده خالصا نروح للبنت الطويلة دي شكلها حلو يعني اصلا طويلوا عاماتهم حلوين المهم يا جماعة الخير هنقول له هاي هنشوف بقاته اللي دعنات ولانبي الولد ده اللي هو المصري ده ولا ايه حد تاني ده مهم علينا هنقول لها مساء العنبر ممكن ده هي اسمها مساء العنبر او مساء العنبر ممكن النمبر تعام فهي لاتها ايات وحط علامة الاستفهام وبقى الحد اللي معاها ده لسه لحد ده تيمتكلمش ايه ده شبتم ماشية اوكي قالت لا لا مو ممكن جماعة صحيح عمت لكم يا ندوم الكوري بس يعني مش هحرق لكم طبعا الفيديو لا ينزلوا بس يعني يا جماعة الخير بجد يعني مش هحرق لكم علينا ال� Москв equals الولد اللي جيه الشتم هو مصري اكيد يعني ايه شتم يعني مش عارفة ليه الشتم يعني ليه الساب كيف يحصل يعني ليه يعني مش عارفة ليه بتشتمه يعني مش فهمة انا مش فهمة والاصلا هو لحد دلوقتي محدش قدر يكشفني غير الولد اللي انا ضايفة وبحادش يدر يكشفني لأنني حرفان لو داسوا علي هيعرفوا اللي انا بنت لان انا لاحط اسكني بنت فيعني جهلا بصت لو داسة علاية زي كده يعني هيشوفوني عادي المهم احنا هنا كنا متأكد اذا كان كلهم بنات ولا عشان انا شفت في بداية الفيديو كانوا في شوية منهم عادين بيعان كان فيه اولاد بيعملوا الاسكني ده برضو معاهم فيعني لازم متأكد كلهم انهم بنات عشان نقول لهم اعطوني رقمكم انتم وحدة تلت انجلع وارد واع والاخير انا مش هدولي حاجة كل زج طيب شكرا يا منشكرين اخدنا اخدنا كل اجوابتهم خلاص خلصنا المهمة جمعات الخير حرفين اوكي ده الولد حصل خير اوكي بيعقبها على الموقف المهمة جمعات الخير ده كان فيه النهاردة لعجبكم حطوا اللايك لو انتم الاسم حطوا توش واشتركوا في القناة وبس كده جمعات الخير السلام